أصدر المجمع التربو في منطقة الجسر الشهور قرارا بتعليق الدوام الرسمي في جميع مدارس التجمع نتيجة تسوء الوضع الأمني بسبب حملة القصف المكثفة التي تعرضت لها المنطقة من قبل طيران العدوان الروسي يوم أمس نظرا للهجم الروسي الشرسي على مدينة جسر الشهور وريفها تم تعليق الدوام الرسمي في مدارس مجمع جسر الشهور حتى نهاية الأسبوع تم استهداف مدارس قريبة من مدينة الجسر استهدافا مباشرا حتى خرجت عن الخدمة بشكل كامل مثل مدرسة البدرية ننوه أن معظم مدارس القطاع الجنوبي من الجسر مدمرة بشكل كامل وكل مدارس المدينة في جسر الشهور تعرضت للقصف من قبل الطائرات الروسية وكان آخرها استهداف مدرسة رابعة العدوية في برمي المتفجر نأمل من المنظمات الإنسانية الدولية الضغط على الحكومة الروسية لإقاف هذا العمل الهمجي وإعادة أطفالنا إلى مدارسها